خلال أيام الماضية فيما يخص أخبار نادي الزمالك يعني الزمالك كان بيفكر فعلا في حل أزمة إقافة القيد ولكن كان عنده أكتر من اختيار من دمن اختيارات نادي الزمالك بيقول أنه أو كان بيقول يعني أنه نادي سبورت انجلش بقونا لو رفض فجرة تأسيط الغرامة فممكن نأجل الدفع وبالتالي نأجل رفع إقافة القيد أو المفروض أو اللي الجميلة عايزة يترفع في شهر يناير ولحال الوقت سبورت انجلش بقونا لسه ما ردش على موضوع التأسيط بتاع أو الطلب اللي طلبه نادي الزمالك بتأسيط الغرامة طيب جمهور الزمالك مبارح قال لا جمهور الزمالك قال لا عملي مبارح بقى جمهور الزمالك في مباراتة بوسلين ببرج العرب هتف وقال فك القيد فين وعد الحر دين لما جمهور الزمالك قال كده فبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك يقول لا بشكلها لو ما رفعناش إيقاف القيد جمهور الزمالك هيزعن مش هيقول أصل الظروف وأصل 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 عشان كده كابتن حسين لبيب بعد المباراتة واصل مع الأستاذ عمر أدهم عضو مجلس الإدارة والمتولي ملف عدم ملف رفع إيقاف القيد وتزديد المتأخرات أو الديون على نادي الزمالك وقال له ابعت خطاب استعجال لنادي سبورتينجبونة علشان يرده علشان نشوف هنعمل إيه طيب لو الطلب اللي طلبه نادي الزمالك بتقسيط الغرامة مع نادي سبورتينجبونة كوب لاب الرفض الزمالك هيعمل إيه الزمالك غالباً هيجمع المبلغ وهيدفعه لسبورتينجبونة والزمالك دلوقت وما كان محرضك مجلس إدارة كلهم بيشتغلوا على حاجة واحدة بس رفع إيقاف القيد في يناير رفع إيقاف القيد في يناير بيشتغلوا وعشان أبقى عامين من المكالمات والكواليس وتفاصيل كثيرة جداً الناس فعلاً بتبزل أقصى طاقة ممكنة ممكنة مش بدعمهم ولا بسندهم ولا بقول جمهوري الزمالك أو بصبر جمهوري الزمالك هما بيشتغلوا 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 سيدة تبقى أنت كمشجع فاهم إن الشيلة تقيلة أوي 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 مش سهلة يعني فالله يكون فعونهم وإن شاء الله جبالي الزمالك تفرح في يناير رفع يا قفل قيد طيب